نحن نقف الآن في أطراف مديرية الصلو باتقاه مديرية دمنة خدير هذا هو نقيل مديرية الصلو الذي يربط المديرية بمديرية دمنة خدير المجاورة هذا الخط الرابط هو خط استراتيجي للجيش الوطني وكذلك للمواطنين هنا في مديرية الصلو هو الآن تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية قد دحرت من هذه المنطقة إلى مديرية دمنة خدير التي تشاهدونها الآن هي مديرية دمنة خدير تتمركز فيها الميليشيات الإنقلابية وتعتبر مركز عمليات ومركز قيادة وسيطرة للميليشيات الإنقلابية تتمثل أهمية مديرية دمنة خدير في أن جبهات عدة للميليشيات الإنقلابية في ريف محافظة تعز وكذلك في محافظة لحك يأتي خط إمداد هذه الجبهات من مركز مديرية دمنة خدير من هذه القبهات قبهة الأقروض وقبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز وكذلك قبهة كرش وقبهة الحكوم وقبهة المفاليس بمديرية حيفان قيادة اللواء 35 مدرع الذي ترابط قواته في هذه المنطقة يقول أن الهدف القادم للجيش الوطني هو مديرية دمنة خدير وتحريرها من الميليشيات الإنقلابية يبدو أن هناك محاولة تسلل للميليشيات الإنقلابية وهنا صوت مدفعية للجيش الوطني باتقاه مواقع الميليشيات في دمنة خدير لكن الميليشيات حتى هذه اللحظة فشلت في إحداث أي اختراق لهذه المواقع والسعادة المواقع التي حررها الجيش الوطني نهاية شهر ناير الماضي فواز الحمدي قناة بلقيس من نقيل الصل والرابط بينها وبين مديرية دمنة خدير تعز ترجمة نانسي قنقر